هذا البرنامج راح يفيدك في تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلبية ابحث على اي مقطع انت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الان راح يشتغل المقطع وانتبر البرنامج هذا البرنامج راح يفيدك في تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلبية ابحث على اي مقطع انت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الان راح يشتغل المقطع وانتبر البرنامج هذا البرنامج رح يفيدك في تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلفية ابحث على أي مقطع أنت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الآن رح يشتغل المقطع وانت بر البرنامج هذا البرنامج رح يفيدك في تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلفية ابحث على أي مقطع أنت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الآن رح يشتغل المقطع وانت بر البرنامج هذا البرنامج راح يفيدك في تشغيل المقاطع اليوتيوب في الخلبية ابعث على اي مقطع انت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الان راح يشتغل المقطع وانتبر البرنامج هذا البرنامج راح يفيدك في تشغيل المقاطع اليوتيوب في الخلبية ابعث على اي مقطع انت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الان راح يشتغل المقطع وانتبر البرنامج هذا البرنامج راح يفيدك في تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلبية ابحث على اي مقطع انت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الان راح يشتغل المقطع وانتبر البرنامج هذا البرنامج راح يفيدك في تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلبية ابحث على اي مقطع انت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الان رح يشتغل المقطع وانتبر البرنامج هذا البرنامج رح يفيدك في تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلفية ابعث على اي مقطع انت تحتاجه وشغله وبعدها اطلع من البرنامج واسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الان رح يشتغل المقطع وانتبر البرنامج هذا البرنامج رح يفيدك في تشغيل مقاطع اليوتيوب في الخلفية ابعث على اي مقطع انت تحتاجه وشغله وبعدها أطلع من البرنامج وأسحب مركز التحكم وشغل المقطع مرة ثانية الآن رح يشتغل المقطع وانتبر البرنامج